طبعا عايزاكي برضو تقوليلي كده هل الدنيا مبشرة هل جاي لنا مواهب كتير من الأطفال اللي بتقابليهم سواء في قصور الثقافة أو في الأتليا سكندرية هل عندنا مواهب تستحق أننا كدولة يبقى فيه تبني ليها نعمل لهم معارض على مستوى السن ده فيه فعلا فيه فعلا يعني أنا السنة اللي فاتت كان فيه ورشة للناحة عملتها في بشاير الخير فلا فيه طبعا فيه مواهب دهاء ده هم كمان بيفتحوا للكبار أفاق جديدة خالص يعني أنا ممكن من طفل صغير يجيلي فكرة يوجهني لحاجة تانية خالص ممكن تكون أحسن من اللي أنت متخيلها يعني فيه أطفال رائعين بصراحة طبعا أنا بتمنى يعني أن يبقى فيه ناس زيك في الحقل التعليمي ليه لأن احنا عايزين المدرسة تخرج في النهاية واحد أو واحدة يعني مثقف التلميذي بقى مثقف وفي نفس الوقت عنده هواية وعنده حتى المبادئ الرئيسية من أي فن من الفنون علشان بعد كده حتى يبقى له الحق في اختيار هو بيحب إيه يعمل إيه تبقى دي من أساسيات الحياة أن كل واحد عنده حاجة بيطقنها على الأقل طب نرجع تاني بقى كده قوليلي كلميني عن الجايزة وعن قد إيه غيرت فيوستينا واللي جاي بقى بالنسبة لك ممكن يكون إيه هو صدقيني أنا يعني أول ما يعني أنا كنت في شغل وبعدين كلموني فاللي هو إحساس غريب إحساس ما يتقصفش يعني مبسوطة جدا الآن متوترة دي مسؤولية كبيرة يعني أننا دي أي فرع من فروع الجايزة الدولة دي إيه الجايزة التشجيعية للنحت فطبعا دي حاجة كبيرة جدا يعني جايزة الدولة فطبعا يعني مسؤولية مسؤولية مشوارك الفنك تبداي بجايزة مسؤولية كبيرة جدا 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 يعني ويعني شعور متضارب توطر فرح فظيع وبأمانة يعني بتمنى أن كل زميلي بجد ياخدوا الجايزة دي لأن دي حاجة مهمة جدا ويحسوا بالشعور اللي أنا حساه شعور جميل جدا يعني وفي نفس الوقت لا يعني من بعد الجايزة لازم الواحد يكون على قد المسؤولية اللي تحط فيها ممكن تعملي إيه بقى بعد الجايزة يعني ممكن تفكيرك يتغير إزاي في الحاجات أو المنحوتات اللي بتقدميها أكيد برضو وجودك مع يعني عدد من الفنانين في كل المجالات برضو بيدي كده يعني أفكار ونوية حاجة تانية مختلفة طبعا هو طبعا لازم الواحد يشتغل على نفسه ويصقف نفسه كل ما يعني بالذات إحنا كمان في النحط أو في أي مجال يعني ما فيش حاجة يسمع أنا جبرت لأ أو أنا أخدت دي لأ أنا لازم طول ما أنا عايشة بتعلم تكملي بتكمل بتعلم يعني أنا حاليا أنا بحضر الدكتوراه وما زلت أن أنا بتعلم يعني الكراءات كتير بتفرق التجربة بالإيد بتفرق كل حاجة بتفرق طول ما إحنا شغالين على نفسنا سواء بالثقافة والإراية سواء بالعمل العملي ده طبعا بيفرق كتير يعني ده بيطور يعني حتى الإنسان هيحس بنفسه لأ أنا اتطورت من النقطة دي المرحلة دي وده فعلا لأ أنا بحسه في مراحل الشغل بتاعتي كنت الأول إيه وبعدين في مرحلة بقيت إيه ودلوقتي بقيت إيه فلازم يبقى كل واحد شغال على نفسه وليلي كده إيه رأيك في اللي بيتحط المنحوتات اللي بيتم اختيارها للميادين أحلامك إيه في الجزئية دي إنه مش دايما بتعجب كل الناس والأزواج السكندرية الحقيقة فيها عدد كبير من الفنانين فإيه رأيك هل المنحوتة للفنان تفضل مثلا موجودة في الميدان دي ولا يبقى فيه عارفة تتغير كل فترة كأن بلدنا معرض دائم طول السنة ممكن تتغير بس تتغير للصح أو مثلا تتغير يعني مثلا الفنان تاني طبعا التمثال ده قيمة كبيرة هو مش هنهده يعني هنشيله وتتحط تتعرض منحوتة أخرى ممكن وممكن التمثال اللي احنا شلناه طبعا يتحط في مكان آخر طبعا طالما حد فنان مواعي وطبعا الميدين بيبقى ليها نسبة وتناسب بالنسبة للقاء الحجب والشكل والمكان طالما معمول صح غير طبعا شغل المقاولات اللي احنا بنشوفها يعني ده حقيقي